اهلا وسهلا طالبات وطالبات الصف الثاني الاعدادي في مادة الدراسات الاجتماعية تحت رعاية وشراف وزارة التربية والتعليم حلقاتنا النهاردة واحدة من اهم حلقات المراجعة مع بعض هنراجع على اهم الاسئلة اللي موجودة معنا في الجغرافيا منما بين اسئلة بما تفسر واسئلة المصطلح الجغرافي تعالوا مع بعض نشوف مراجعة النهاردة النهاردة حلقة الجغرافيا بتاعتنا هتبقى حلقة ممتعة جدا لانها واحدة من اهم حلقات المراجعة وهنرجع فيها على المنهج كاملا تعالوا مع بعض نشوف الاسئلة مع بعض وشوفي الناس بقى اللي مركزة معاTe في الحلقات السابقة يا ترى التركيز بتاعة كبير ولا لا أول سؤال جميل لك أكمل العبارات الآتية اعتماد مساحة كبيرة من الوطن العربي في الزراع على فاكرين يا جماعة إيه هي مشكلة الزراع في الوطن العربي واحد قال لي آه رفعي دي تمام جاوب قال لي يا مستر سامعوا بيقول ليه آه الأمطار غالبية الزراع في الوطن العربي تعتمد على مياه الأمطار وتفتكر مياه الأمطار مستقرة في الوطن العربي ولا غير مستقرة قال لي هي غير مستقرة لذلك الزراع بتاعتي فيها تزبزب لأنها تعتمد على مياه الأمطار وهي غير مستقرة بص احنا بنجاوب كم سؤال؟ مش السؤال بس العلاب بتاع أكمل احنا بنجاوب النقط اللي تخص السؤال كمان يعني السؤال بيقول اعتماد مساحة كبيرة من الوطن العربي في الزراعة على مياه الأمطار طب لو انا قلت السؤال دلوقتي ما النتيجة المترتبة على يعني هو هو نفس السؤال وقلت ما النتيجة المترتبة على اعتماد مساحة كبيرة من الوطن العربي على الزراعة القائمة على مياه الأمطار يبقى بالتالي الإجابة هتكون تزبزب الزراعة في الوطن العربي تعال نشوف مع بعض السؤال الثاني بيقولك من العوامل البشرية للصناعة طبعا أنا أتكلم عن الصناعة بتاعتي اللي موجودة في الوطن العربي فأنا عايز أرى في إيه هي العوامل البشرية بتاعتي أنا عندي عوامل كتير قوي تعالوا نشوف العوامل بتاعتنا زي إيه قال لي زي الأسواق زي الأيد العاملة زي رأس المال كل دي عوامل بالنسبة لي بشرية لقيام الصناعة السؤال اللي بعدين بيقولك انتاج الوطن العرب من الفوسفات نحو نقط من الانتاج العالمي طبعا الوطن العربي بينتج 33% من الانتاج ودي أحد الأجزاء اللي بيقول فيها أهمية الفوسفات في الوطن العربي منها استغناماته كالطوب الحراري وعندي الأسمدة والمبيدات طبعا بالنسبة لي الفوسفات 33% من الانتاج العالمي السؤال اللي بعدين بيقولك تعتبر دولة نقط أكبر دول منتجة للتمور في الوطن العربي يعني بالنسبة لي أكبر دولة تعتبر دولة نقط أكبر دولة منتجة للتمور يبقى أنا بتكلم على طبعا دولة العراق يبقى لما يجي في الابتحان يقولها من أكبر الدول عندي في الإنتاج هي بالنسبة لي دولة العراق بالنسبة لإيه للتمور ساعتها تكلمنا عن الموالح وقلنا فلسطين وقلنا ساعتها العراق بالنسبة لي فيه التمور تعالي نشوف السؤال اللي بعده بقولك أكمل عبارات من الواردات العربية الآلات ومعدات النخل السقير والمواد الغذائية مثل إيه وإيه معروف أن الوطن العربي بيستورد أمح معروف أن الوطن العربي بيستورد كمان الزيوت يبقى بالنسبالي من الوالدات العربية أو الحاجات الدول العربية بتستوردها من بره أنا عندي الأمح والزيوت بالإضافة إلى الآلات ومعدات النقل السقيل والمواد الغذائية السؤالي بعد بيقولك إيه يرتبط الوطن العربي بتجمعات اقتصادية غير عربية أنا عارف أن أنا عندي مشكلة كبيرة في الوطن العربي بالنسبة ليه؟ التجارة وإن حجم التجارة العربية بالنسبة لي اللي هي تمثل الـ 12% مع البلاد العربية وإن البلاد العربية ترتبط بتجمعات اقتصادية غير عربية طب مين فاكر زي إيه؟ مظبوط 10-10 واحد بيقول للولايات المتحدة تمام؟ الناس مركزة معايا فاكرين في الحالة السابقة كنا قلنا إيه؟ مين تاني غير الولايات؟ التحاد أوروبي طب ممكن نقولي تاني إيه؟ يابان والصين حط بقى أي دول عندك يبقى حطيني هنا لتحاد أوروبي واليابان طب لو أنا عايزة أضيف تاني ممكن نقول للولايات إيه؟ المتحدة السؤالي بعد هي مصادر الطاقة الغير متجددة مثل البترول ونقط ونقط يا جماعة أنا عندي مصادر الطاقة نوعين إيه اللي باستخدمها في الصناعة؟ يا إما مصادر طاقة متجددة يا إما مصادر طاقة غير متجددة إيه الفرق بالاتنين؟ متجددة يعني تقبل التجديد من تلقاء نفسها بمجرد من الإنسان باستخدامها يعني لا تنفس باستخدام الإنسان عكس الطاقة الغير متجددة اللي هي بالنسبة لي زي البترول والفح والغاز الطبيعي وكلاهما أو التلاتة عربعة بمجرد ما بيستخدمه الإنسان بيتعرضوا للنفاذ يبقى أنا عندي الطاقة الغير متجددة زي البترول والغاز الطبيعي والفح يبقى من مصادر الطاقة الغير متجددة يعني غير متجددة يعني قابلة للنفاذ قابلة للنفاذ ويبقى المتجدد غير قابل بص الغير ما تنزلش مرتين يبقى إذا لقيت هي غير متجددة يبقى قابلة للنفاذ إنها تخلص إذن لو لقيتها أنا عندي متجددة تنزل غير تبقى غير قابلة للنفاذ يعني ما بتنتهيش باستخدام الإنسان زي طاقة الشمس عمرك صحيت الصبح مليت الشمس عمرك صحيت الصبح لقيت النرياح اتحركت امبرح كتير فالنهار ده مش هتحرك يبقى بالنسبة لي دي اسمها طاقات متجددة أما الطاقة الغير متجددة هي بالنسبة لي البترول والغاز الطبيعي والفحق أكبر الدول العربية انتاجا للدواجن تيجي في المقدمة المملكة العربية السعودية ويليها من بعدها تاني دولة مصر يبقى بالنسبة لي الدواجن أولى الدول السعودية المملكة العربية السعودية ثم يليها مصر طب لو قلت القيمة الاقتصادية كلنا حبابنا حلوين طبعا بحب اللحوم بتاعت الدواجن وباخد منها كمان البيض السؤال البعديه يربى الجموس في نقط ونقط طبعا الجموس عندي يربى في مصر والعراق يبقى على ضفاف الأنهار يبقى على تاني بالنسبة لتربية الحيوانات أنا عارف أن أكبر الدول قبل التقسيم كان بالنسبة لي السودان وبالنسبة لي يربى الجموس في مصر والعراق أكمل عبرات الآدية توفر الزراعة فرص عمل لعدد كبير من السكان حيث يعمل بها أكثر من إيه؟ من سكان وطن عربي طبعا أكثر من نص أكثر من نص سكان الوطن العربي بيعملوا بحرفة الزراعة لما جينا اتكلمنا على أهمية الزراعة في الوطن العربي اتكلمنا على أن أكتر من نص السكان بيعملوا بحرف الزراعة بالإضافة إلى أنها توفر المواد الغذائية بالنسبة لي بتسد احتياجاتي من الغذاء ثلاثة بتقدم لي المواد الخامة التي تدخل فيه الصناعة سؤالي بعده تعتبر نقط أول الدول المنتجة للأسماك ويليها نقط طبعا أولى الدول بالنسبة لي مغرب ويليها في الدول بالنسبة لي طبعا مصر طب لو قال لي بما تفسر هي المغرب ليه أول الدول طبعا لأنها بتطل على مصايد بحرية زي المحيط الأطلنطي والبحر المتوسط وده كفاء قوي طبعا مصر عندي بتطل على جميع أنواع المصايد يعني مصر عندها مصايد بحرية زي البحر الأحمر والمتوسط والخلجان وعندي مصايد بحيرية عندي زي البحيرات الشمالية الموجودة عندي وعندي كمان نهرية مصايد نهرية بالنسبة لي نهر النيل والترع والمصارف والقناطر وعندي كمان مزارع سمكية يبقى مصر واحدة من أهم الدول في أسطر والسمكية في الوطن العربي لتوافر جميع أنواع المصايد بالإضافة إلى المغرب طبعا كونها بتطل على محيط الأطلنطي والبحر المتوسط يبقى أنا بالنسبة لي أولى المغرب ويليها بالنسبة لي التانية مصر كدولة تانية عربية طيب السؤال التاني بيقول ليه؟ السئلة بتاعتنا بقى اللي هي في ناس بيقول احنا بنخاف منها سيب بما تفسر تعالوا نشوف مع بعض هناك معوقات تواجه التكامل الاقتصاد العربي أنا عندي مشكلات بتواجه التكامل الاقتصاد العربي إيه هي المشكلات اللي بتمنع أن يكون فيه تكامل عربي إن الدولة تكملت احتياجاتها من دولة تانية إزاي بتواجهني المشكلات دي وكنا تكلمنا قبل كده إيه هي جهود الدولة العربية في تزليل هذه المشكلات وإزالة المعوقات تعالوا نشوف مع بعض أول حاجة تزبزوا بالعلاقة العربية ما بين تعاون وخلاف وينعكس ذلك على التعاون الاقتصادي مين فاكر من حوالي حلقتين ثلاثة بالزبط أنا وقفت بجنب كده أنا وزميلي في المدرسة لما بنتخاصم مع بعضينا أكيد مش هنفتر مع بعض وأكيد لو أنا محتاج ألم منه عشان عايز ألون الكشكول بتاعي مش هاخد منه الألم يبقى إذن طول ما أنا هو متخاصمين ده بينعكس على إيه؟ اليوم بتاعي صح ولا ما صح؟ تمام مضبوط يبقى أنا بالنسبة لي الدولة العربية لما تكون على خلاف ممكن يحصل تبادل تجاري؟ لأ طيب ممكن نكمل بعضينا؟ لأ كذلك إحنا زمين نحن مع بعضين لما بيكون في خلاف بنا ما بنقدرش نحقق التكامل اليوم بتاعي اللي النقص ما بقدرش ياخده منه مش هنقعد نفتر مع بعضينا زي كل يوم يبقى نفس الفكرة البلاد العربية لما بيكون في مرحلة فيها تعاون ومرحلة خلاف يعني العلاقة متزبزبة متبينة ما هيش ثبتة ده بيأثر على التعاون الاقتصادي يبقى إيه العلاقة بين التعاون الاقتصادي والعلاقات بين البلاد العربية اللي تزبزوا بالعلاقات العربية بين التعاون والخلاف ده بينعكس طبعا سلبا على التعاون الاقتصادي أو التكامل الاقتصادي هي فكرة بسيطة جدا إن أي دولتين متخنقين أنت لو أخوك متخنق معاه في البيت طبيعا إن علاقتكم مش هتكون كويسة مش هتعودوا تتبدل الفطار والأكل والحاجات واللعب بتاعتكم مع بعضيكم هي نفس الفكرة البلاد العربية لما يكونوا على خلاف الخلاف ده هنعكس على التبادل حجم التبادل الاقتصادي أو ما بيحصل خلاف بنوقف التبادل أو ما منتصالح تاني حسب الرؤية السياسية للمنطقة تنتدي ترجع تاني التكامل الاقتصادي ويتم التبادل تعالوا نشوف فيه سبب تاني قال لي آه تشابه الانتاج بين الدول العربية مثل مصر والمغرب و سوريا تمسك أي مشغولات سورية تلاقيها تقريبا تقريبا بنسبة 99% شبه المشغولات المصرية يبقى أنا عندي مشكلة أن أنا ما بدرس احتياجات السوق لازم أكون أعرف السوق فيه إيه نقصه إيه ونقصه طبعا السوق العربي إذا كنت عايز أكمل أو أعمل تكابل اقتصادي عربي وإذا كنت عايز أحقق رقم أعلى من الـ 12% التبادل التجاري وبدل ما حجم التجارة بين العرب والتجامعات الاقتصادية الغير عربية كسرت رقم زي 400 مليار لا لو أنا عايز كل ده أغيره يبقى لازم أدور وادرس السوق العربي محتاج إيه وابتدي أعمل المنتجات اللي مش موجونة عند جراني من البلاد العربية عشان أحقق تكامل اقتصادي فبالتاني التالي حاجة في المعوقات هو تشابه الإنتاج يبقى أول حاجة تباين العلاقة اتنين ها تشابه الإنتاج تفتكر فيه سلع أجنبية بتنفسني تعال نشوف منافسة السلع الأجنبية لكثير من السلع العربية من حيث السعر والجودة أنا كمستهلك عربي أنا كمستهلك عربي يفرق معي أن الجاكت يكون تلبيس بتاعه كويس وسعره كويس والنفس الوقت جودة كويسة ما يفرقش معي أنا جايبه من مصر ولا من مغرب ولا من أوروبا ولا مستورد ولا جايبه من أسيا ما يفرقش معي ده يبقى أنا كمستهلك لا يفرق معي سعر وجودة المنتج الأجنبي بي نفسك بحاجتين أول حاجة جودة في الإنتاج تلاقي تعفيله مصبوط عليك تحس أنه مع موله حضرتك في نفس الوقت السعر بيكون أعمل إنتاج وليكن جاكت زيه بواجه مشكلة أنه هو بيقدم كوالتي أحسن يعني إنتاج أحسن وفي نفس الوقت بيديني سعر أقل يبقى أنا عندي كم مشكلة بتواجه التكامل الاقتصادي أول حاجة العلاقة العلاقة بتاعته الغير سابتة تزبزه بالعلاقة وده بيأثر على التعاون الاقتصادي اتنين أنا عندي مشكلة تانية وهي أن الإنتاج العربي متشابه بين مصر والمغرب وسوريا وإلخي تلاتة عندي مشكلة أكبر وهي المنافسة الأجنبية أو القوة الأجنبية اللي بتنافس بقوة كبيرة جدا بسلاحها في الوطن العربي من الأسئلة الشائعة اللي بتجي كتير قوي تتكلم على معوقات التكامل بتواجه مشكلة كبيرة في الوطن العربي اتنين أهمية السياحة في وطن العربي يعني فرص عمل ممكن تلاقي يعني عملات أجنبية يعني بالنسبة لي السياحة تنمي العلاقات بين البلاد العربية طيب تعالي نشوف مع بعض كده زيادة الدخل القومي حيث تحصل الدول العربية على سبع واثنين من إرادات السياحة العالمية سبع واثنين من السياحة العالمية بالنسبة لي بتحصلها من السياحة العربية اتنين توفيع فرص العمل للشباب سواء في قطاع السياحة أو أعمال متصلة بها بمعنى صح حضرتك هو يقصد السياح الأجنب اللي ما بييجي بيبقى مرش سياحي مع أحد بنضافه المكان مع أحد بسوق العربية مع أحد بنزله من الطيارة مع أحد بيطاله تيكت عن طيارة لا السياحة بتوفر فرص عمل كبيرة في نفس الوقت بتوفر أعمال مرتبطة بالسياحة بتوفر أعمال مرتبطة بالسياحة يبقى بالنسبة لي هي رقم واحد زيادة في الدخل القومي اتنين بتوفر لي فرص عمل تعال نشوف كمان العملات الأجنبية بتعمل معها تحقيق التقارب والتفاهم اللي اتكلمت عليها من شوية إنها بتقرب وتزيب العلاقات بين البلاد العربية طبعا من خلال التعرف على عادات وتقاليد الشعوب هي بالنسبة لي بتساعد في إن هي بتقرب العلاقات بين الشعوب وتزيل أي خلافات طبعا عن طريق السياحة توفير الأموال اللازمة للمشاريع الصحية والتعليمية والخدمية بالدول العربية أنا بالنسبة لي الفلوس اللي بتدخل من السياحة دي ده جزء من الدخل القومي اللي هو مجموعة الدخول التي تحصلها الدولة فأنا لما أخد العملات الأجنبية وابتدي أعمل بها تجارة أو ابتدي أعمل بها مستشفيات أو ابتدي أعمل بها مدارس أو اعتبقى أعمل بها جامعات لا أخ أي إن كانت مشروعات اقتصادية كبيرة يبقى أنا بالنسبة لي السياحة مصدر مهم بيوفر لي سيولة في الدولة علشان أقدر أعمل بها مشروعات خدمية أخرى يبقى السياحة بس مش بتقتصر على إن هي طورتلي المنشآت السياحية والمناطق ووسائل النقل بس لا دي ساعدتني إن أنا أطور في أجزاء تانية من الأنشطة الخدمية بتزود في الدخل القومي بتاعي اتنين توفر فرص العمل بتوفر فرص عمل للشباب في السياحة والأنشطة المرتبطة بيها تلاتة تحقق التقارب بين الشعوب والتفاهم أربعة توفر فرص العمل اللازمة سؤال بعد دي بيقول لك إيه هي أهمية الصناعة؟ هو أنا الصناعة مهمة بالنسبة لي تعال نشوف نوع واحد سد حاجات السكان من المنتجات المختلفة أنا ما حصلتش بقيمة المادة الخام ولا عارفت أهميتها غلّة ما دخلت في الصناعة يبقى جزء من أهمية الصناعة أنها بترفع لي قيمة المادة الخام وتعرفتني قيمتها أو ترفع من سعرها سعرها أو تزود من قيمتها بالنسبة لي يبقى واحد قلنا سد حاجة السكان من المنتجات المختلفة اتنين بتوفر فرص عمل الشباب طبعا بالنسبة لي الصناعة بتوفر فرص عمل كبيرة جدا للشباب ومصدر دخل سابت تلاتة زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الفائد أنا عندي الفوسفات بصدره بعد ما بستخدم أو أدخله في عدة استخدامات ببتدي أصدر إلى الخارج قال لي زيادة قيمة المواد الخام من خلال تصنيع أنا مش هقدر أعرف قيمة الحاجة أو المادة الخام بالنسبة لي ليست لها قيمة طول ما أنا ما بصنحاش وما فيه زيادة طلب عليها وكل ما يزيد الطلب على المادة الخام كل ما بالتالي ترتفع قيمتها بصد كده يبقى أنا بالنسبة لي أهمية الصناعة سد حاجة السكان بتوفى لي احتياجاتي اتنين بصدر للخارج تلاتة بزود الدخل القومي بتاعي أربعة زيادة قيمة المواد الخام من خلال التصنيع السؤالي بعدين بيقول تزايد إنتاج الوطن العربي من الغاز الطبيعي طبعا تكنولوجيا تسليل الغاز سهلت علي قوي وخلت أن الطلب كتير جدا على الغاز لأن طبعا الغاز لما كان غاز بس قبل ما يعرفوا تكنولوجيا تسليله كان الموضوع صعب في النقل وفي التخزين فبالتالي بعد ما اكتشفوا تكنولوجيا تسليل الغاز فبقى بالنسبة لي زاد إنتاج الطلب عليه لازم أفرق بين سؤالين فيه فرق لما أنا أقول لك إيه هي أهمية الغاز الطبيعي تقول لي بالنسبة لي لا يلوث البيئة يقول لي مصدر الطاقة مهم لكن لما أقول لك السؤال الثاني هو زاد الطلب عليه ليه لا هنا استنى فيه فرق بقى هو زاد الطلب عليه عشان ظهر حية جديدة إيه هي تكنولوجيا تسليل الغاز طب تعالوا نلعب مع بعض بلا سئلة ما النتيجة المترتبة على ازدياد نتيجة المترتبة على تكنولوجيا تسليل الغاز إحنا عكاسنا السؤال فبالتالي هطلب منك السؤال هيبه هو الإجابة يعني إحنا قلنا إيه تزاد إنتاج الوطن العربي من الغاز عشان تكنولوجيا تسليل الغاز طب ما النتيجة المترتبة على اكتشاف تكنولوجيا تسليل الغاز فزايد الطلب على الغاز الطبيعي بصوا بقى الإجابة يبقى بالنسبة لي تقدم تكنولوجيا تسليل الغاز ونقله فحصل تزايد في الطلب عليه السؤالي بعده بيقول لك قلة الانتاج السمكي بالوطن العربي رغم أن الوطن العربي عنده مصايد بمختلف أنواحها اتكلمنا عليها مصايد بحرية وبحيرية وأنهار وإنشاء المزارع السمكية رغم أن كده الوطن العربي بيعاني طب يا طارق إحنا عندنا صيد في أوقات مش مناسبة يا طارق إحنا عندنا مفيش اهتمام بالصياد مفيش استخدام للأساليب الحديثة ولا بنستخدم أساليب حديثة تعالوا نشوف كده المشكلات اللي بتواجه الصروة السمكية استخدام الصيادين الأساليب البداية في الصيد كلنا بنفتح عندنا قناة اسمها نرجل جغراف بنتفرج عليها ونتفرج على الصيادين وهم باستادوا تشعر أن انت معاك مدرس جغرافيا أو عالم من كتر اللي هما بيقولوا المعلومات ودراستهم للبحر أو المحيط والسفن العملاقة والأجهزة والتكنولوجيا واستخدامهم للحاسوب واللاب تحس أن انت معاك مهندس مش واحد طالع يصطاد فبالنسبة لي هما بيستخدموا أساليب علمية حديثة فلذلك الانتاج السمكي طبعا وفيه أنا عندي مشكلة فيه الأساليب البداية في الصيد اتنين تلوث المياه التي يقتل أعداد كبير من أسماك يقام بسبب حركة سفن أو الشاحنات العملاقة اللي فيها نفط وزيود بتقع في المياه وده بتمنع بخول أكسوجين وبتأدي لموت الأسماك أو بالنسبة لي تلوث البحر بأن أنا بستخدم أساليب مش كويسة في الصيد فدي بالنسبة لي تلوث المياه تخلف وسائل نقل وحفظ الأسماك أنا لما بطلع أصطاد مش طالع ركب سفينة أو مركبة صغيرة طالع يومين ثلاثة وراجع أو طالع ساعتين أصطاد شبكة سمك وارجع لا أنا بتكلم عن اقصاد دول طالع تصطاد فبيقب بالشهور في عرض المياه فإذا ما كانش عندي أسلوب جيد في الحفظ والتعليم جزء كبير منه هيهضر هيبوز طبعا يباني أزم يكون عندي تكنولوجيا جيدة في الحفظ يباني أتاني من ضمن المشكلات اللي بتواجه عندي الثروة السماكية وسبب في قلة الإنتاج السماكي هو إيه ها تخلف وسائل نقل وحفظ الأسماك ترك الصيادين لحرفة الصيد والاتجاه للعمل باستخراج البترول والصناعة هو بالنسبة له حرفة الصيد حرفة مش يومية يعني أنا النهاردة أشغال بكرة فيه نوة مثلا في البحر فأنا مش نازل النوة اللي هي حركة الرياح لو فيه نوة جامدة شديدة سويا ممكن أعود ثلاثة ايام ما اشتغلش فبالنسبة لي ممكن أسيب للصيد واروح أشتغل في أي حاجة تانية سابتة تجيب لي داخل سابت يباني عندي مشكلة تانية اللي هو ترك الصيادين لحرفة الصيد والاتجاه للعمل باستخراج البترول أو الصناعة يبقى كلامني على المشكلات استخدام الصيادين للأساليب بداية تلوث المياه تخلف وسائل نقل وحفظ الأسماك وبالنسبة لي ترك الصيادين لحرفة الصيد أخيرا الصيد في أوقات ممنوع أو باستخدام الشباك الدايئة طب يا الشباك الدايئة تعمل ايه؟ أصالت بيها سمك صغير مالوش قيمة اقتصادية في نفس الوقت أنا موته بدأ مبقى أسماك جديدة وما خليش السمك كبير يتغز عليه فيكبر حجمه وما خليش السمك الصغير ده يكبر يبقى سمك كبير في يوم الأعم لبنى بالنسبة لي ده استخدام غير جيد وده بيؤدي إلى المسافة البعيدة قلة في الانتاج السمك تعالوا نشوف نمط تاني من الأسئلة وهو بقولك عرف كل من السؤال ده تقريبا فيه سؤالين ايه هم سؤالين؟ سؤال أعرف كل من وأوقت ما تشير إليها عبارة ده عكس ده تعالوا نشوف مع بعض أول سؤال بيقولك التكامل اقتصادي هيقولك كل دولة تعالوا نشوف مع بعض هو أن تكمل كل دولة عربية ما ينقصها من الدول العربية الأخرى من خلال الإجراءات التي تتخذها الدول لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها طيب لو عكس السؤال وقلت هو أن تكمل كل دولة عربية ما ينقصها من الدول العربية الأخرى يبقى اسمه ايه؟ تكامل اقتصادي يبقى تكامل اقتصادي جاء من اسمها تكامل يعني أنا بكمل يبقى أي دولة بتكمل احتياجاتها خليك تقوله بزاكي ما تحفظ التعريف زي ما هو بالكلمة تحس لما تنسى فلا نفسك مش عارفت حلم يبقى أنا بالنسبة لي لازم تكامل اقتصادي يعني أنا بتكلم عن دولة بتكمل دولة يبقى أي دولة بتكمل احتياجاتها عن طريق أزالة القيود يبقى ده اسمه تكامل اقتصاد تعالوا نشوفتنين السياحة هو انتقال الفرض لزيارة أماكن داخل أو خارج وطنه هو ولو أنا عكس وقلت انتقال الفرض من المكان الآخر أو انتقال الفرض من المكان الآخر داخل أو خارج الدولة يبقى بالنسبة لي اسمه ايه؟ سياحة طبعا أنا عندي سياحة اللي هي أغراض متعددة سياحة ثقافية سياحة طرفيهية زي الشواطئ والنيلية والسفاري وعندي سياحة طبية اللي هي السياحة العلاجية زي العين السخنة عندي ومنطقة عين حلوان كل دي اللي فيها عيون كابريتية ومناطق الدفن في الرمال بسيوة كل دي بالنسبة لي سياحة لاجية وعندي سياحة دينية لعنى لما نروح أصول دير سانت كاترين كده بالنسبة لي سياحة دينية طيب سؤال كمان أعرف كلا مما يأتي يعني ايه محاصيل صناعية تجارية؟ قال لي هي المحاصيل التي توفر مادة خام لازمة للصناعة كما أنها تساهم في صدرات الوطن العربي بالراحة هي المحاصيل الصناعية التجارية كان زي ايه؟ زي القطن عندي زي قصب السكر دي اسمها محاصيل صناعية تجارية فيجي في الامتحان يقول لك عرف المحاصيل صناعية تجارية أو لما يحب لعبك يقول لك هي محاصيل توفر مادة خام مادة خام دخلت في الصناعة يبقى بتكلم عن محاصيل ايه؟ صناعية تجارية بجات من اسمها لأن بالنسبة لي أنا بصنع وببيع يعني بصنعها أو بدخلها كمادة خام في الصناعة في نفس الوقت ايه؟ ببيعها يبقى أنا بالنسبة لي محاصيل صناعية تجارية هي المحاصيل التي توفر مادة خام لازمة للصناعة كما أنها تساهم في صدرات كما أنها تساهم في صدرات دي يعني بصد بيها تجارية السطر الأخيد ده يتكلم على التجارة فهو قال لك يا مادة خام بتدخل في الصناعة وبتساهم في الصدرات تدخل في الصناعة أهي صناعية تساهم بالنسبة لي في الصدرات تبقى تجارية بصرا موريك إزاي بجابها في الامتحان خليلنا خلاص يعني ينسي التعريف ما قفش أفكر بقولك صناعية تجارية محصول صناعي تجاري يعني محصول بيخش في الصناعة في نفس الوقت أنا ببيعه طيب تعالنا نشوف نابة تاني من الأسئلة وهي أسئلة المقارنات بص بنسبة مليون في المية هتلاقي في الامتحان سواء المقارنة طب تعالنا نشوف المقارنة بتاعتنا المرادة إلى أي بقولك قارن من المقاومات الطبيعية والبشرية للسياحة العربية ايه المقاومات الطبيعية بتاعتي؟ قال لواحد بالنسبة لبشرية توافر الأمن والأمان هنتكلم عن واحدة واحدة بالتفصيل اتنين توافر وسائل النقل والمصالات تلاتة توافر الفنادق والقرى السياحية أربع توافر الأسار ومظاهر الحضارة تعالي البشرية مع بعض ممكن أسألك سؤال لو حضرتك روحت في أي مكان وتسرقت فيه ممكن تروح تاني؟ لا طبعا يبقى أول حاجة لازم تتوافر الأمن والأمان يعني بالنسبة لي لما أنا روح مكان ولقي الفلوس بتاعته تتسرق أو أحس إن أنا مش مطمئنة على نفسي وعلى ابني إزاي أروح المكان ده تاني؟ مصر التتميز لو إحنا كلمنا على جمهورية مصر تتميز من خفاض معدل الجريمة فالسياح بسهولة جداً بيجوا عندنا مصر لما تروح شرم أو الغرداء أو تروح مارينة السحر الشمالي ماريوت القليل ماريوت بسهولة جداً تلاقي السياح الأجانب موجودين وسببين فلوسهم وحاجتهم بيستمتعوا بجو مصر يبقى أنا لازم يكون عندي أمن وأمان عشان يشعر السائح بالإطمنان على نفسه وعلى ماله ودي نقطة مهمة جداً 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 لو أنت رايح تشتري حاجة من مكان ولايت فيه خناقة في المكان دوت أنت مش هتروح مفيش إطمنان على نفسي هروح أجيبي ليه؟ هروح أعود هناك ليه؟ أفكر أجي تاني ليه؟ طب أزود مدة إقامتي عشان إيه؟ مع أنا بتسرقت في المكان ده أو أن أنا شفت مشكلة أو شفت خناقة أو شفت الأجنبي أو السائح الأجنبي لما بيجي أين كان بقى عربي أو غير عربي جاي علشان يستمتع مش عشان يفقد حاجته ولا عشان يواجه مشكلات بالنسبة له ما تخلوش يشعر بإطمنان على نفسه أو على نفس المعاق أو أماله اتنين توافر وسائل نقل ومصالات لازم يكون عندي وسائل نقل وعندي بنية تحتية وإحنا شايفين قد إيه الدولة دلوقتي بدأت اهتمة بالمضادة ليه؟ لأن ده بيسهل عملية انتقال السياح فبالتالي يكرر الزيارة وده الهدف وفي نفس الوقت يعمل دعاية للدولة إن هو يقول لا ده أنا روحت مثلا مصر شفت فيها وشفت وشفت وسائل النقلة كانت مريحة وكنت بنتقل بسهولة هو ده الهدف لأن مصدقيته أكبر من أي إعلان إحنا بنعمله ثلاثة توافر الفنادق والقرى السياحية لازم يكون عندي فنادق وقرى السياحية ومكاتب سياحية بتوفر للسائح سبل الراحة هو جاي يستمتع فلازم يشوف حاجة على أعلى مستوى أخيرا توافر أثار ومظاهر الحضارة متهيالي هو لو بيدور أي سائح على الوطن على مكان يكون فيه سياحة مش يلاقيه أكثر من وطن العربي وخاصة مصر يعني مدينة الأقصر فيها تلت أثار العالم عندنا أهرامات الجيزة ودي أحد عجاب الدنيا السبع القديمة لو قلنا الاتنين دولة بس كفاية طب سكندرية مليانة أثار رومانية وأثار بالنسبة لي حضارة الأغريق اللي هي اليونانية يبا أنا بأتميز به تنوع الأثار أنا بأتكلم بواجهة مع الوطن العربي وبواجهة خاصة على مصر يبا لما أجأ أقول لك إيه هي العهمة البشرية إن ما جاءت لك شفاية مقارنة يجب عليك صحة وغلط أو صوب ما تحتوقت من المقاومات الطبيعية للسياحة توفر الأمن فكر الأمن حاجة الطبيعية ولا دي بتاعتنا بتاعتنا لما أقول لك مقاومات طبيعية وسائل النقل لا دي بتاعتنا ببا طب تعالى شوف الطبيعية إيه يعني موقع المتميز موقع الوطن العربي المتميز اللي بيحطه بين قرارات العالم القديم طبعا يفرق كتير قوي اثنين عندي مناخ مثلا عندي مناخ متنوع يعني في بعض المناطق مناخ حار وبعض المناطق معتدل على البحر المتوسط طب التنوع ده يعمل إيه قال التنوع ده أنا عندي الناس اللي بتيجي من أوروبا حروبا أو هربا من البرد في أوروبا الشديد في فصل الشتاء تيجي تستمتع بالشتاء الدافي مثلا في مصر أو في الدول المطلة على البحر المتوسط طبعا ثلاثة الطبيعة الخلابة أنا عندي مناطق ذات مناظر طبيعية جميلة لو احنا كلمنا على مصر مثلا نشوف عندي منطقة زي الصحراء البيضاء نشوف منطقة زي واد الريان والحيتان كل دي مناظر طبيعية الجبال الجبال بيحبهم يعملوا رحلة سفاري بيخشوا ويعيشوا وتجولوا في الصحراء ويشوفوا حاجات بالنسبة لهم جديدة ما شوفهاش يستمتعوا بالحياة البداية القديمة يبقى سؤال لما يجيني في الامتحان المقاومات البشرية والمقاومات الطبيعية ممكن يجهالك في هيئة مقارنة زي ما جاءت أو ممكن يقولك صوب ما تحتها وخط يعني يجيب لك واحدة من المقاومات مثلا البشرية ويكتب لك مثلا تحتها من المقاومات البشرية للسياحة الموقع المتميز طبعا غلط هي بالنسبة لي توفر الأمن ماشي أو تغير المقاومات البشرية تخليها مقاومات طبيعية بكده انتهت حلقتنا نتقابل في حلقة جديدة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته